أهلا وسهلا فيكم متابعين الأعزاء في كل مكان الامتحانات على الأبواب طلب التوجيه والجامعات الأسئلة دائما كيف نحن نهيئ لهم الأجواء الملائمة للدراسة وإيش التغذية المطلوبة لهم أول نصائح راح نقدمها للأهالي قبل الطلبة عشان أولادنا يتفوقوا في الدراسة أول شيء لازم نهيئ لهم الأجواء النفسية المناسبة بمعنى نوقف ونعمل هدنة من المشاكل الأسرية ممكن أجلها لبعد الامتحانات أيضا لازم نوفر الأجواء النفسية والاجتماعية للطالب بحيث أن نقلل الزيارات حتى وإن كانت في مناسبات برضو لازم يكون لدينا رقابة دورية على الطالب وكل دقيقة نروح نشوف إيش بيعمل لازم يأخذ راحته بالدراسة وما يكون في مبالغة في المتابعة ولا أيضا مبالغة في أن نسيبه لحاله لازم نشجع الطالب أو نشجع ابننا كل فترة نقوم يمارس الرياضة وما يحصر حاله قاعد على الكرسي ويقرأ لساعات طويلة أنه راح هذا يضعف التركيز والذاكر عنده أيضا لازم نوفر له الوجبات الصحية وليس الوجبات الدسمة في الأكل حتى ما يشعر بالنعاس وصير عنده حالة من الكسل وحالة من الفطور كأهل لازم نحاول قدر الإمكان نحن نوفر لأولادنا الأجواء المناسبة أيضا بالنسبة للتلفزيون أو الإنترنت مش لازم نشغله كتير بهذا الموضوع أو إنه إحنا نفتح مسلسلات وأفلام ممكن نكون الصوت عالي ويلفت انتباه الطالب ويركز بالصوت وممكن يلتهي عن دراسته أيضا لازم كلنا في البيت نكون جنود من أجل خدمة هذا الطالب بالذات طلب التوجيهي لأنه هدول زي ما حكينا السنة هادي سنة بتكون فاصلة في حياته هيك إذا إحنا قدرنا نوفر الأجواء المناسبة النفسية والاجتماعية أكيد إن شاء الله راح يكون العبئ الأكبر على الطالب لكن إحنا بنكون كأهل قدمنا لبنقدر عليه أما بالنسبة للطالب فإليك وإليك هذه النصائح النصائح اللي بقدمها لكل طالب سواء بتوجيهة أو بالجامعة قبل ما نروح للنظام الغذائي دديكم نصائح سلوكية أول شيء لازم النام بدري ما تردوا على حد إنه الصهر بقوة تركيز أو بخلينا نركز أكتر على الإطلاق ربنا بقول وجعلنا الليلة لباسها الليلة الراحة والنوم النام بدري النام على العتمة قدر الإمكان أو يكون ضوء خافت نبعد عننا الموجات الكهرومغناطسية زي إنه إحنا نكون مشغلين التلفزيون أو الجوال يكون عندنا نحاول نطرع برا الغرفة ننام على الشق الأيمن ودائما نتذكر ذكر الأوردة المسائية الورد المسائي قبل النوم وننام بهدوء عشان نصحى مبكرا نصحى على صلاة الفجر واتذكروا كويس أفضل وقت للدراسة والتركيز والمذاكرة هو من صلاة الفجر نعم الساعة الرابعة فجرا حتى الساعة الثامنة هذه الساعة بيكون مستوى الطاقة عالي مستوى التركيز عالي زي ما حكينا نصحى مبكرا ونستنشق الهواء بكمية جيدة دخول الأكسوجين فرح يديني نشاط وحيوية إنما اللي بصحة متأخر للأسف هيكون له اليوم راح ومش هيكون في عنده المقدرة على التركيز أفضل وقت للدراسة هو من الساعة الرابعة فجرا حتى الساعة الثامنة ودائما نبدأ بالشيء الصعب عشان نركز فيه كويس نحاول نمارس الرياضة بمعنى نقعة ساعتين على الكتاب بعد هيك ما نظل قاعدين لفترات طويلة رح يصير عندنا ألم بالعمود الفقر رح يقل التركيز عندنا فلازم كل ساعتين يكون فيه ربع ساعة أمارس الرياضة أتصفح مثلا مواقع بس ما يكون لها تعثير نفسي وأنا أتفرج على أفلام ممكن تعملي حالة من التشويش الفكري أو حالة من الشد العاطفي لا ممكن تكون برامي الثقافية بس عملية تغيير المود أو المزاج ويريت كمان لما نيجي إحنا ناخد الصراحة ما نظلنا قاعدين على المكتب نقوم نتمشى نطلع بره البيت لو ربع ساعة هذا هيديني تجديد للنشاط وهرجع بطاقة إيجابية أيضا نحاول أنه إحنا زي ما قلنا نمارس الرياضة وبالذات رياضة الركض في المكان زي أنا ما بدي أطلع حتى أعمل تنشيط للدورة الدموية أما بالنسبة للنظام الغذائي الإفطار يكون بدري وأفضل وجبة إفطار أنا بنصحها للطلبة وهي البطاطا والبيت البطاطا مسلوقة مع بيت في إغنية بالكربوهايدريت والبروتين ودهون يعني قيمة غذائية متكاملة وهتديني طاقة لفترات طويلة رقم اتنين أنه أنا ممكن أركز على الموز الموز كتير كويس بيحتوى على بيديني طاقة بيديني شعور بالهدوء بنفس الوقت بيزيد التركيز والفواكه والخضار بشكل عام جيدة في وجبة الغداء ما ناكل أكلات دسمة بالذات أيام الامتحانات لا إحنا معنين بأكلات خفيفة ممكن يكون سمك مشوي أي نوع من أنواع الأكلات لكن ما يكون فيها كمية كبيرة من الدهون والمجالي حتى يكون عنده قدرة على الحركة والتركيز وما يتركز الدم كله للمعدة وصير عنده حالة من الخمول والكسل لأنه معنى أكون نشيط على مدار اليوم نحاول أيضا العشاء يكون خفيف نركز على الألبان في الليل أو الحليب قليل الدسم نبتعد عن تناول المنبهات زي الجهوة وغيرها من الحبوب المنبهة لأنه هذه رح يكون لها تأثير سلبي ممكن نشرب مشروبات عشبية بتساعد على التركيز والذاكرة زي مثلا الشاي الأخضر أو النعنع أو المرامية أو الزعتر أو إكل الجبال أو نبات اسمه الجينكا وفيه منتج طبعا موجود في الصيدليات اسمه جينكا شاي جينكا بساعد أكثر على التركيز والمذاكرة فهذه المشروبات بلنستبدلها عن المنبهات ومشروبات الطاقة لإلها تأثير سلبي على جسم الإنسان لو إحنا اتبعنا هذه النصائح البسيطة أو رشدتها البسيطة إن شاء الله رح نحصل الدراسة بشكل أفضل دائما نتذكر أنه لكل المجتهد النصيب المطلوب منه أنه أنا أعملي علي وأقرأ وأدرس وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى ما طرقه حالكه كتير ونقعد لساعات طويلة بالدراسة ده كله رح يكون تأثير وسلبي على الصحة ويريت أنه إحنا ما ناكل كميات كبيرة من الأكل لأنه ممكن يزيد وزننا أثناء الدراسة وهذا مش مطلوب لأنه زيادة الوزن رح تقلل من التركيز وتديني حالة من الخمول إحنا معنيين ناكل أكلات صحية ركز على السمك برضو كأكلات كتير كويس لو ناكله مرتين بالأسبوع ممتاز يكون شاومش جلي المكسرات إذا كانت متوفرة فهو جيد أما بالنسبة لأثناء الامتحانات ممكن ناخد معنا طمر مثلا أو في عسل متوفر برضو في المولات والصيدليات عسل بشكل اسمه عسل براري هذا ممكن أتناوله أثناء الامتحان لو أنا شعرت بحالة من الخمول أو أنه أنا بدي أنشط التركيز فبدي سكريات بسيطة متوفرة في العسل ومتوفرة في الطمر هذه النصائح بتمنى تكون يعني تلقى آذان صاغية وانطبقها وأنا بحكي لكم عن نصائح بناء على تجاربنا السابقة كطلبة وتجارب الطلبة الآخرين في تحقيق مستوى دراسي أعلى وأتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله تكونوا كلكم نجحين ومتفوقين بإذن الله مع تحيات مركز ابن نفیس